السلام عليكم فيما إنك عضو حاب تقدم شنو لإتحاد شنو لإكسال إتحاد ومن خلالكم إنتا تقدر تقدمو لإتحاد طبعا بيحتاج لنا سجيفوا معاوة طبعا لإتحاد إتحاد عظيم إتحاد قوي يعني الناس قدر الشلفية ندعمه إن شاء الله نحن جنود للإتحاد إن شاء الله الله يديك العافية شنو من الأعمال اللي حت قديمة لنا الليلة حنسمعه إذا كانت بغني أنا بغني غونا حماسي يعني بغني لي خلف الله حمد بغني لي أنا طبعا من الوقت نهر النيل غنان بتاعنا هر النيل برضو يعني بركز على أكثر غليبية الناس من غني غونا حماسي معناه حنشوف الناس اللي موجودة الحضور في الكراسي ده كل حتاجي المسرح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك يا أستاذ إن شاء الله نحن هنتواصل معاك عبر الهوى مباشرة وحننقول حفلة ساهر لكل سادة المشاهدين تحب تقول اليوم والله يحب إن شاء الله ربنا نقدم حياة نترضي سادة المشاهدين إن شاء الله الله يبارك فيك شكرا أستاذ عبد الرحيم ونتمنى لك ليلة ساهرة وشكرا لكل الناس اللي بيتتابعنا ويتواصل معنا عبر شاشة الشروق الفضائية نتواصل معاكم تابعونا ونتمنى ها ساهرة ممتعة وجميلة الرائع الذي يتغنى بأغنيات الحماسة وأغنيات الحقيبة والأغنية الشعبية بشكل متفرد الفنان الرائع عبد الرحيم المحمية شكرا السلام عليكم من العام نزل ودل يا ناس يا ناس صبري أنا دل من العام نزل ودل يا ناس يا ناس صبري من العام نزل ودل يا ناس يا ناس صبري أنا دل من العام نزل ودل يا ناس يا ناس صبري يا ناس من عام نزل ودل يا ناس يا ناس صبري يا ناس من العام نزل ودل يا ناس يا ناس صبري يا ناس حياة طاهر بدي لحيارة جنيد قادلا في الدارة يا ناس يا ناس صبري للناس شائلات الشفاء بنكاريا وشائل الليك بدي مرارة يا ناس يا ناس صبري للناس من العام نزل ويدالله يا ناس يا ناس صبري للناس حياة طاهر بدي لكمة ويبكي الحاج بعيد ما لهم يا ناس يا ناس صبري للناس أزول اللي جريته مهمة أعارض جلخو في زال الماء يا ناس يا ناس صبري للناس من العام نزل ويدالله يا ناس يا ناس صبري للناس حاجر الزلات في مغيس ليا دوبا صبري للناس حاجر الزلات في مغيس ليا دوبا صبري للناس حاجر الزلات في مغيس ليا دوبا صبري للناس صبري للناس صبري للناس حاجر الزلات في مغيس ليا دوبا صبري للناس صبري للناس حاجر الزلات في مغيس ليا دوبا صبري للناس فالطلحات بالخلاة والعرشدة بيتبرى لا يا دوباء صعيب نربو بعيد يا ميسو في الشلف الجوع والغلق والشطارة حرزة في الوراء لا يا دوباء صعيب نربو بعيد يا ميسو الليلة صلاتي وقلس ليلة دوباء صعيب نربو بعيد يا ميسو قلب الرب يا عشانة ايك دخرينا وقسانة ليلة دوباء صعيب نربو بعيد يا ميسو يا خريف البطارة مطمورتك بتكيل حزين اكملاء الليلة دوباء صعيب نربو بعيد يا ميسو الليلة صلاتي وقلس ليلة دوباء صعيب نربو بعيد يا ميسو ايك دخرينا وقلس ليلة دوباء صعيب نربو بعيد يا ميسو اناك دخرينا لي得 نربو구나 صعيب نربو بعيد يا ميسو صعيب نربو بعيد يا ميسو لكنناك انت بدате مدائي صعيب نربو blurاء موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 سذر الوهرمي باكم ضرعيب لا دخل الزمان دراك الأولاد هيا مطر الصواري الصقم وتراد سذر الوهرمي باكم ضرعيب انجاح العشير سذر الوهرمي باكم ضرعيب سذر الوهرمي باكم ضرعيب موسيقى سذر الوهرمي باكم ضرعيب موسيقى 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 والشباب اللي بيكونوا موجودين في الاتحاد الغناء الشعبي في صحوة شبابية موجودة رغم إنه الأغنية الشعبية لسه كثير من الشباب هم بعيدين منا لكن زي ما احنا شايفين الحضور الآن عدد كبير من الشباب رسالتكم ليهم إنه بتكلموهم بتخلوهم يكونوا حضور بيجوا للاتحاد عشان ما والله الشباب بدت فيه توعية يعني من فترة كل الشباب ما كان بيعرفوا الحقيبة ولا بيعرفوا الشعبي ولا بيعرفوا النادي ذاته لكن من فترة الشباب كلهم بدوا يلتفوا حول النادي وبدت الغنية ترسق في زهنهم وبدت الحاجات الجميلة يعني تخش بيدان ونواسي ما شاء الله بيعينكم أنتوا شايفين الرواد والحماس والحركة والحفظ والناس بدت تحفظ وبدت ترديد وتعرف الفنانين الكبار والناس اللي رواد النادي الشعبي وتاريخ الغنية الشعبية وشاعرة وكذا فالناس كلها سعيدة والله دي ثقافة ودي معلومات غد ما تكون ممتلكة عن أي زول لكن في ناس بيسعوا وفي شباب بيسعوا أنهم يعرفوا غني الحقيبة ويعرفوا الغناء الشعبي ويفرزوا حتى كمان ما بين الغناء الشعبي وغناء الحماس والدلوكة والأغنية كتير 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 وهسي الدليل على أن الشباب دي كلهم بدوا يكونوا فراغ شعبية ويغنوا شعبية ويقلدوا كبارة فناني الأغنية الشعبية وكلهم ما شاء الله عليهم بها دي بداية جميلة وبدوا كل الناس يلتف حولهم فالحاجة كل مرة ما شاء متطورة الحمد لله رب العالمين حاجة كويسة نحن كمان نتمنى لكم التطوير ونتمنى النجاح لاتحاد الغناء الشعبي مبدرمان بما أنه أصبح مدرسة ومفروض يدرس لكل الناس شنو المفروض القوانين التي تكون موجودة شنو المفروض يكون موجود في الاتحاد عشان ما يرغب الشباب أكتر والله وجود الشباب داخل الاتحاد والتفاف حول الاتحاد هي في حد ذاته يعني نوع من رفعات الاتحاد فبيغرسوا الناس الكبار داخل غرسوا وعملوا تاريخ للأغنية ورسخواها في ذهن الناس دور الشباب برضو يقوموا بنفس المنهج ويرسخواها في ذهن الشباب ولحد ما الاتحاد يعني يكون يعني منارة لكل اتحادات السودان فالله المغفق يعني وأنا أتمنى وأشكركم جدا ناس غنات الشروق انتوا برضو بيتبعثوا في الناس الفرحة وبيتوصلوا لهم رسالة كبيرة جدا جدا للناس في الولايات وخارج السودان وداخل السودان فبقت الناس يعني تنتظر برنامج كونده بفارغ الصبر وحتى الاعادة كل الناس حتى اللي مشاهدوا ما كان حاضر يشاهد عبر الشاشات شكرا جزيلا لك السودان الله يديك العافية يا رب العالمين شكرا جزيلا